ثم نأتي إلى يسوع المسيح في العهد الجديد مكتوب أن يسوع المسيح لم يأتي لينقض ما أجاش حتى ينقض شريعة موسى بل يكمل كلمة ليكمل يعني أعطاها الوضوح الروحي البعد الروحي العمق الروحي التفسير الروحي بدل ما أنه الإنسان يركز على حرف الروح فمن خلال تعليم المسيح نشوف في بعد آخر بعد روحي لمفهوم كلمة الله فمثلا في الكتاب المقدس مكتوب بكل وضوح أنه الله حرم الطلاق وأنه الله يكره الطلاق وبعدين مش بس هيك في شريعة موسى في سفر التثنية بيتكلم عن هذا الموضوع إذا رجل طلق زوجته أو امرأته وهي الامرأة صارت لرجل آخر والرجل الآخر طلقها مرة تانية ممنوع ترجع للزوج الأول أنا ليه بقول هذا منشوف كتير مرات أفلام كوميدية يعني بالأفلام العربية كيف يجيبه مثلا شيخ أو مأزون وبيطلق وبتروح مثلا معاليل حتى يسترجع الزوج شريعة اللويين بتعلم أنه هذا الأمر رجس نجس لألا تنجس الأرض اللي أنت عليها اللي أنت ساكن فيها فواضح أحبائي موضوع الطلاق غير محبب لدرجة أن المسيح كتب أو قال أنه موسى سمح لقساوة قلوبكم بس هاي مش فكر الله من البدء لا فكر الله رجل واحد امرأة واحدة وبسفر ملاخص هاتنين مكتوب الله يكره الطلاق فإذن لا تجلب خطي أو لعنة على الأرض بسبب هذه الممارسات واحدة اتطلقت وتجوزت ممنوع ترجع لزوجها الأول لألا تنجس الأرض وتجلب اللعنة